هذا يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك ثابتة ولا تتحرك في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبدالعز بن باز شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس التي تدور الأدلة العقلية بارك الله فيكم لأنكم تقولون أنهم نظريات ومدركات حتى نحن عندنا نظريات وعندنا العقول كمسلمين أولا نحن الآن في أين نذهب إلى مطار الشارقة نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة واضح ركزوا معي هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين الأرض تدور صح طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي صح ولا لا تدور تأتي الصين ولم تأتي طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا لو تمشي الطيارة مدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين لأن الصين تدور وأنت تدور ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور فكيف تصل إلى الصين ثاني من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور أين البيت المعمور؟ بالسماء السابعة محاذاة إيش؟ قال عيسنا لو سقطه سقط عليش؟ الكعبة أنتم تقولون الأرض تدور طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر هكذا هذا يدل على أن الأرض ثابتة قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر وكله صنعوه في هليوود مدرفين وقالوا خرجوا إلى القمر ولا شيء ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم